اول مثال راح ناخذ اللي ما معطيني النقطة هذي ويقولي حاوليها حق سيلندريكة الان لازم اطالع النقطة او شنو ما معطيني رقم 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 دعم انها رقم 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 ما نعطيها اكس واي زت لو ما معطيني رقم زاوية رقم فكأنها هذي رو فاي زت فاني لازم من نفسيها عرف فراتي حضل تشي دي كري فلازم عرف انها هذي زاوية مرقم مرات ما يقولي هذي المحاور شنو فانا لازم من نفسي اعرف انزين فانا عندي الحين شنو رقم 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 فانا اكس واي زت يبيني احول شنو احول الى سيلندريكة يعني يبي كل شي بالرو فاي زت اقول اوكي سهلة انت تبي كل شي بالرو فاي زت صح ما تبي اكساتين يتبي رو تساوي شي صح اوكي فانا عندي علاقة مثل اخذها ان الرو هي عبارة عن شنو اكس تربيع بس واي تربيع ممكن احسبها واطلع الناتج النهائي راي يكون جذر السبع تاش وانا اعرف بعد ان الفاي مالتي انا شنو ابي ابي هالي ابي هالي ابي هالي فلاز ما اوجد علاقات انزين فالرو بدلالة الاكس هذي هي اكس واي زد والفاي راح ناخذ قانون بدلالة الاكس والواي والزد ناس ما هي الزد لنا فالفاي كمقدار هي عبارة عن شنو تان امبرس الواي على اكس وننتبه ان ناخدهم بدون اشارات فراح تصير تان امبرس الاربعة على واحد فراح تطلع لي بالكالكوليتر هذي شنو هذي كمقدار قلنا ان كل فاي اخر شي شنو فيها تصحيح زي انا اشدراني يعني اخذ قانون اي ربع انا اعرف ان هني راح تكونوا متساوين الفاي هي نفسها الفاي اللي انا احسبها هني راح تكون الفاي مية ثمانين ماينس مقدار الفاي وهني مية ثمانين فلاس المقدار اللي طلعه وهني راح يكون ثلاثمية وستين ماينس مقدار الفاي من زي فانا حسبت الحين كمقدار لكن ابي اعرف ايه باي ربع صاري لازم اصحح شون لازم اصحح من اشارات الاكس والواي نلاحظ ان الوايش فيها بالماينس والاكس وين الاكس بالبوزيتف الزاوية في ما بين هذول الاثنين فمين راح تكون في الربع هذا فاروح اطبق عنه الربع هذا يقول ان الفاي مالتي لانا بها عبارة ثلاثمية وستين ماينس الرقم اللي انا حسبته راح يطلع لي بالنهاية اثنين ثمانية اربعة هذي الفاي وهذي الرو فاقي لي الزد الزد اهي نفس هالزد كم الزد عندي ماينس ثلاثم فالنقطة بالنهايش راح تطلع لي بالرو فاي زد راح تطلع عبارة عن جذر السبتعش والزاوية مالتي اللي هي كم اثنين ثمانية اربعة والزد اللي هي ثمانية ازطلو فاي تطلع عبارة من البث Lewis Builder . او قدق الاسع بماذا حاد qualité استهاءال LUG اول طريقة بالتحويل له البث فكتور المonte بكتور اول طريقة بالتحويل ان acheذ كل ثيير محول بروح عادي بروح و هذي بروح اول Biz coisa بعدين اخذ ARO امال مشترك بلس الآي فاي عامل مشترك بلس الآي زد عامل مشترك ليش؟ لأنه أنا أبي بالرو فاي زد أبي بالسلندري كالكوردنيت فلازم أخلي هذول موجودين حلو الطريقة الثانية قلت لكم الأسهل والأسرع اللي هي شنو أني أستخدم هذا القانون شون أستخدم هذا القانون شوفوا معي أول شيء أنا لازم أحول هذا الفيكتر اللي هو AX 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 إلى الرو فاي زد صح لازم يكون واضح أنه واضح لكم مورد الأكس وينها والأكس وينها والأي وين لازم يكونوا واضحين شدي مفصول عندي الفيكتر ألاحظ الفيكتر عندي مفصول صح ما قد نعامل مشترك ما شنو عادي أوزع البسط على المقام فرح يكون كالآتي رح يكون الأف يساوي الأكس على X تربية بلس Y تربية بلس Z تربية في AX X بلس Y AY على الجذر X تربية بلس Y تربية بلس Z تربية بلس Z على جذر X تربية بلس Y تربية بلس Z تربية في AZ رح يصار الموضوع عندي واضح شو سوي الطريقة شو تقول لي الطريقة السهلة مارتي تقول استخدمي هذا القانون AX لازم أول شي نحولها والAY نحولها والAZ نحولها خلنا أخذ كل بكتر ونحولهم خلنشوف AX العادية وينها المركبة بدون التجاه اللي هي هذه X على X تربية بلس Y تربية بلس Z تربية لازم أخليها AX محولة يعني بعد ما حولتها من X Y Z إلى رو فاي زد الطريقة شو تقول سهلة أنا عندي علاقة شو تقول لي تقول لي أن الـ X هي عبارة عن شنو عبارة عن رو كوزاين الفاي وأنا عندي Y هي عبارة عن رو ساين الفاي والزد هي نفس هالزد لا أنسى أن الرو هي عبارة عن شنو X تربية بلس Y تربية ولو أبي أخذ الرو تربيع هي عبارة عن شنو الجذر فسوري X تربية بلس Y تربية فالحين عشان أحول هذا كله من X Y Z لازم أستبدأ لازم أقول X تساوي شي 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 بالرو فاي زد أشيل هدول كلهم أحط شي 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 بالرو فاي زد ما أبي X Y Z بعد خلاص فهنا عندي علاقة أوكي أشيل الـ X شنو أحبو ذالها رو كوزاين فاي ماذا نقول المقام ماذا راح يصير عندي أنا أدري أن X تربيع بلس Y تربيع هدول شنو تحت الجذر وما عبارة عن شنو عبارة عن رو تربيع سوري بدون جذر ما عبارة عن رو تربيع فالرو وزد رو تربيع بلس Z تربيع والجذر موجود هل بقى أثر حق X Y Z لا أنا كل شي صار عندي شنو رو فاي زد الزد هذي هي نفس الزد هذي عادي يعني المهم أن الكمبونت شنو حولتها بالكامل إلى رو فاي زد done أروح حق الـ AY شنو الإيه واي مالتي اللي هي Y على X تربيع بلس Y تربيع بلس Z تربيع لازم أحولها إلى إيه واي محولة للمحاور الي أنا بهم شنو المحاور الي أنا بهم رو فاي زد فلازم أشيء الـ Y وحط شي في رو فاي زد لازم أقول الـ Y تساوي رو فاي زد أدورjar علاقة الـ Y تساوي رو ساين فاي هذي الـ Y تساوي رو ساين فاي ونفس الشيء بالمقام أنا ما بي إكس واي إكس واي أبي رو فاي زد لقيت العلاقة أن رو تربيع شا تساوي إكس تربيع فى دربيع فى دربيع فى رو تربيع فلس زد تربيع هل بقي أثر حق الإكس واي زد؟ لا خلصت أروح حق الآي زد ألقي إن الآي زد شنو فيها؟ اي فيها زد على لإكس تربية فلس واي تربية فلس زد تربية لازم أحولها إلى آي زد محولة هل في علاقة تربط ما بين Z بالXYZ و Z بالروفع Z هي نفسها Z تساوي Z فZ هي نفسها Z ولا كان عندي مشكلة بالXY أنا ما بيهم فش أسوي نفس الشي خلص أقول هذو الرو تربيع بلس Z تربيع تحت الجذر يا جماعة هي استبدال بس استبدال وهذو العلاقات كلهم given بس استبدال فارحين عشان أنا أستخدم طريقتي السهلة والحلوة السريعة ش أسوي أروح حق القانون مالي أروح حق شنو القانون مالي اللي يقول لي أن الأي اللي تبينا وهو عبارة عن الأي أكس محولة أنا ليش أكتب أمر ثانية هل هو الأي أكس محولة الأي أكس محولة اللي هي شنو اللي أنا حولتها وخلص اللي هي راح تروا كوسين في فاي على الجذر رو كوسين في فاي على الجذر رو تربيع بلس Z تربيع بعدين مضروبة في كوسين الفاي بلس الأي واي محولة شنو الأي واي مالتي هذي اللي هي رو سين في على الجذر بس تعويض مباشر بالقانون بلس الأي واي محولة اللي هي رو سين في على الجذر قانون شي يقول لي الأي مضروبة به سين في مضروبة بالأي رو وشي القانون يقول لي بلس ماينس الأي أكس محولة من خلاص مستخدم الكمبونت القديمة بلس ماينس الأي أكس القديمة اللي هي رح شنو تكون شنو رو كوسين فاي على الجذر رو تربيع بلس بلس تربيع قانون شي يقول لي مضروبة في سين الفاي بلس الأي واي محولة بلس الأي واي محولة وين الأي واي هذي 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 رو سين وين هني وصلت اي واي كوزا فاي ونتكر القوس مضروبة في الأي فاي بعدين بلس أي زد محولة بعد ما حولت هلي هي عبارة عن زد على تربيع مضروبة بال أي زد المفروض ان أنا تشدي خلص شغل أعرف أن أنا خلص شغلي صار عندي كمبونت كلها رو في زد مضروبة بال A رو وكمبونت ثانية كلها رو في زد مضروبة بال A فاي بلس كمبونت ثالثة كلها رو في زد مضروبة بال A زد فأنا بهالطريقة حولت من كمبونت فيها X Y Z A X إلى هذي كمبونت وكان عندي كمبونت ثانية فيها أيضا X Y Z في A Y وكمبونت ثالثة هي X Y Z في A Z حولت إلى هذا الشكل من الفكتر فأنا لما أشوف أن صار عندي كمبونت بالتجاه بس كمبونت بالتجاه بس كمبونت ثالثة بالتجاه فمعناته أن الشفغي يخلص وبشهدي انتهى المثال موضوع ممعقد ولا صعب بس علاقات لازم أنا أعرفهم إذا معضين X Y Z ويبي هذا استخدم هذا القانون ولكن إذا بالعكس فأنا مضطرة أني أبدل كل تير أبدل كل تير شكرا شكرا شكرا